مشاهدين التاسع صباحاً وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع أهلات فضالي أهل شكراً بسانت شكراً جمانا التاسع صباحاً بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم في اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائي في ضوء الأهمية البالغة للقطاع في تحقيق الأمن الغذائي للشعب لا سيما في ظل المتغيرات والأزمات المتلاحقة عالمياً وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمجمع قهى وإدفينة للصناعات الغذائية المتطورة فضلاً عن متابعة سير العمل بالمدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع رئيس كينيا ويليام روتو وصراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدوا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطور التعاون المشترك بين مصر وكينيا فضلاً عن التوافق بشأن تكثيف التنصيق والتشاور بين البنالدين الشقيقين لتعزيز أطور العمل الإفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات كما تناول الاتصال تبادل وجهة النظر حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بجهود صون السلم والأمن وتعزيز الاستقرار في القارة الإفريقية أعلنت وزارة الصحة ارتفاع ضحايا حادث قطار قليوب إلى أربع حالات وفاة وإصابة 23 آخرين ونوهت وزارة الصحة إلى خروج 11 مصاباً بعد تلقيهم العلاق اللازم وأعلنت الحكومة صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ومصاب بعجز كلي في حادث القطار وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مستفى مدبولي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الدورة 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر وتدمن قدول أعمال الاجتماع بنوداً تتعلق بالقضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها فلسطين واليمن والسوريا والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية والعلاقات العربية الإفريقية كما يلقي عدداً من الضيوف كلمات أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع علن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جوروم باول أن المصرف المركزي قد يسرع مجدداً وطيرة رفع معدلة الفائدة إلى مستويات تفوق ما كان متوقعاً في محاولة جديدة للتصدي لتضخم لا زال معدله مرتفعاً وقال باول أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ إن المعطيات الاقتصادية الأخيرة أقوى مما كان متوقعاً مما يفترض أن يكون المستوى النهائي لمعدلات الفائدة على الأرجح أعلى من المتوقع رحب البيت الأبيض باقتراح قانون من شأنه أن يمكن الولايات المتحدة من حاضر تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة المملوك لشركة صينية وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي جيك سوليفن الذي شدد في بيان له على أن مشروع القانون الحائز على تأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري من شأنه أن يمكن حكومة الولايات المتحدة من منع حكومات أجنبية من استغلال خدمات تكنولوجية بطريقة تعرض بيانات حساسة لأمريكيين لمخاطر ورياضياً أنعش الزمالك آماله في التأهل لربع نهائي دور أبطال إفريقيا بعد فوزه الثمين على التراجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد بورج العرب في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدور الأبطال وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط بالمركز الثالث وبفارق الأهداف عن المريخ السوداني صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط فيما واصل التراجي صدارته للمجموعة برصيد تسع نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن شباب لزداد الجزائري صاحب المركز الثاني اشتركوا في القناة